جيش الإسرائيلي منذ قليل أعلن أنه هاجم في الليلة الماضية 75 هدف سواء في الجنوب اللبناني أو في البقاع تحدثت عن الجنوب كيف كانت ليلة البقاع ليلة الجنوب عمليا كان هناك تراجع في الغارات الإسرائيلية ولكن التكثيف كما ذكرنا في الرسائل السابقة كان في الغارات التي استهدفت البقاع تحديدا بعلبك أكثر من أربعين غارة تم تسجيلها بحسب ما أفدنا من السكان الذين يتواجدون في محافظة بعلبك هناك أيضا حصيلة من الشهداء جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في البقاع وفي بعلبك تصعيد مركز كان يوم أمس على البقاع وبعلبك وليس فقط في ساعات الليل وإنما أيضا طيلة يوم أمس كان هناك استهداف لهذه المنطقة توسيع النطاق الجغرافي للغارات الإسرائيلية إن كان في البقاع وإن كان في الجنوب وصولا إلى جبل لبنان تابعنا يوم أمس أيضا استهداف لمناطق تعتبر نسبيا آمنة في الشوف منطقة جون تعرضت لغارتين واحدة منها أسفرت عن سقوط أيضا شهداء وكذلك الأمر فيما يتعلق بشمال العاصمة لبنان منطقة فتوح كسروان تحديدا التي تعرضت لثلاث غارات على الأقل في إحدى هذه الغارات في المعايصر حكية عن مجزرة بعشرات الشهداء والجرحة تم تسجيلها يوم أمس وبالتالي هذه التطورات الميدانية والاستهدافات الإسرائيلية تتراجع بعض الشيء في جنوب لبنان لكنها تتكثف في البقاع والعكس صحيح عندما في بعض الأحيان تتراجع في البقاع ويتم تكثيف الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان سونيا